جايتكس سنشوف الزيادة الكمية والزيادة في النوعية أيضا مناحة المشاركات لها الحمد للأرقام سمعناها سنة أرقام مهولة مناحة عدد المشاركين تقريبا تسعين ألف مشاركة بشكل يومي اليوم هذا فعلا جايتكس جلوبال عالمي ينافس أكبر مؤتمر التكنولوجيا العالمية ونحن فخورين هذا الشيء واليوم إي أند الإمارات أو يمكننا أن نسميه إي أند صلاة أند لا يتجزأ من هذه المنظومة دائما شاركتنا كل سنة من على مدى سنين دائما نأكد أن نموجودين ونقدم أحدث ما هو موجود في السوق اليوم والأشياء المستقبلية البجينة إن شاء الله حدثنا عن دوركم خلال التطبيقات والذكاء الاصطناعي ودعمها وخاصنته وعالم النتو وتطوير الاتصالات يطوير عمك اليوم طبعا لا يخفى على الجميع اليوم الذكاء الاصطناعي وشو ممكن ذكاء الاصطناعي يرجع علينا بالمنفعة مستقبلا هذا شيء مفروغ منه وحديث القطاع مش فقط قطاع التصالات وقطاع تكنولوجيا حديث شدة القطاعات نحن ركزنا على الموضوع هذا وبشكل كبير وقاعدين نطبق وناخذ من سميه تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العمل المؤسسي داخل مؤسسة معنات اليوم انت اذا عندك اجراءات معينة بيروقراطية معينة كيف نحن نلغي هذه البيروقراطية ونستبدلها بتطبيقات ذكاء اصطناعي اتوفر علينا الوقت اتوفر علينا الجهل اتفرغ الموظفين انهم يركزون على اشياء من سميها اشياء يبالة تبكير اكثر بشكل اخر تطبيقات موجودة في مجال المحاسبة المالية في مجال خدمة العملاء اليوم عندنا اليوم خدمة العملاء تطبيقات تستخدم للتعرف اللي نسميه image processing بحيث اذا عندك مشكلة في البيت اليوم وانت تتواصل مع العميل خذنا خدمة موافقة عليها ان العميل يعطيك موافقة تعمل فيديو برودكاست للمشكلة في البيت برنامج دقاء الصناعي يتعرف على المشكلة من خلال الصورة ويعطيك التحليل الصحيح للمستخدم كيف يحل بدل ما يكون الكلام شفهي استخدمات كثيرة جدا اليوم نحن فعلا حاطين جهن جهيد عندك برنامج الخرجين الذكاء الصناعي 150 موظف ينضمون سنويا من هذا البرنامج اليوم معظم الموظفين ينضمون إلينا من قاعدة الهرم اللي هم الخرجين الجداد برنامج دقاء الصناعي ليش؟ هذا اللي بيكون الفكرة الجديدة بيكون الأفكار الجديدة اللي هي فعلا ممكن تمكننا نستغل هاي التكنولوجيا أعلى وأفضل استغلال هالعمل والمجهود الكبير يمكن يبيه لبنية تحتية متكاملة تجدد تطور لأن اليوم الحكومة الرقمية والرقمنة اللي قاعد نشوف الذكاء للصناع تعتمد على النت على حجم الاتصالات توسع اللي قاعد نشوفه الآن الكبير في دولة الإمارات وخاصة دبي توسع في كل المجال تجهيز البنية التحتية لعملية النت مية بالمية كلام سليم يعني اليوم لله الحمد بدعم القيادة الرشيدة اليوم عندك قطاع اتصالات في الدولة وإياند الامارات أساسي القطاع اتصالات في الدولة اليوم الاستثمار في البنية التحتية تم منزلي لها الحمد اليوم بحسب تصنيف وهي هيئة مستقلة للتصنيف السرعات لكافة المشغلين القطاع اتصالات العالم دولة المارات حققت المركز الأول في سرعة الانترنت عالميا ودولة الامارات حققت المركز الأول بالنسبة سرعة الموبايل عالميا ولأول مرة في تصنيف هذه المؤسسة المستقلة إن دولة تأخذ المركز الأول في المساقين هذه له مع بعض ما تشتصارت هذا معناتنا معناتنا أننا استثمارنا كقطعة صلاة ياسيني نقومها على مدى سنين اليوم نثني بثمارة ونشوف ثمارة اليوم هذا بيمكننا في عمليات الاتصال السلس وعمليات توصيل الخدمات لتطبيقات الذكاء الصناعي تطبيقات هذه سواء كانت موجودة عندنا في مراكز الحوسب السحابية عندنا أو موجودة عند المستهلك لازم يبالها رابط وهذا الرابط اليوم على مستوى عالي من الكفاءة والنوعية وأيضا نزيدك بالشعر دولة المارات الحمد لله حققت ومدى ست سنين متتاليات المركز الأول في نفاذ شبكة الأياث المصريين المنازل تغطية النفاذ الأياث المصريين للمنازل في الدولة 99.3% وإيها عند المارات لاعب أساسي في هذا المجال خصوصا مجال الألياف البصرية اليوم الدولة متصلة داخليا من كل شتى نحاء الدولة متصلة عن طريق الألياف البحرية والألياف للإتصال لخارج دول العالم كله بالله الحمد لاستثمار هذا اليوم ثماره موجودة أرض الواقع وتمكننا أن نحن نقفز القفزات اللي نشوفها كل يوم على أرض الواقع نتكلمني على الألياف الضوئية ودورها وهي المستقبل خاصة في المدن الجديدة وشبكة الموبايل أيضا تعرف معظم الشركات التجارية تطلب السرعة في العمل كلما كان الواي فاي والبنية التحتية للاتصالات حديثة تمكن من الإنجاز اليوم تعتمد على التجارة الإلكترونية تعتمد على التطبيقات يعني مدى تفاهمكم للمستقبل خطتكم المستقبلية لنصل إلى الهدف أن الشركات فعلا خاصة العالمية تنتقل وهي ما زالت تنتقل وتستمر وجودها في الإمارات نظراتكم المستقبلية توفير بنية تحتية لسرعة أكيد هذا هدف أساسي اليوم عندك أنت العملاء الشركات أفراد أو شركات شو يريدون يريدون تجربة سلسة صح غير منقطعة ودائما على التصال نسميها everywhere and everything التجربة والاتصال يكون دائما اتصال تجربة ثابتة غير منقطعة وأيضا سلاسة في عملية طلب الخدمة سلاسة في التعامل وسلاسة في إدارة المشاكل أيضا إذا كان هناك مشاكل من ناحية الخدمة وهذا شيء تركيزنا خدمة العملاء والسلاسة في خدمة العملاء كان تركيزنا الهم الكبير على آخر ثلاث سنين وفعلا نزلنا وحسلنا كثير من مستوى خدمة العملاء وهذا من شهادتنا الداخلية شهادت هيئات مستقلة شهادت هيئة تنظيمة صلاة الرقمية في الدولة بشهادت كافة الجهاد المختلفة وشهادت عملاءنا أيضا وأيضا اليوم التغطية اليوم نغطي الدولة بتقنية الجيل الخامس تسعة وتسعين فاصل ثلاثة بالمية النفاذ الألياف البصرية تسعة وتسعين فاصل خمسة بالمية كل ها التغطية الشاملة لحاء الدولة التعامل السلس السريع اليوم إذا بغيت تبدأ أي خدمة موجودة على التطبيق ما في أي داعي أن تترك بيتك ولا مكتبك ومن التطبيق أنت تشترك أسهل مثال اليوم بدأنا خدمة في كافة مطارات الدولة الله الحم خدمة اللي هي اليوم تسوي داونلود تعمل داونلود تنزل البار كود نعم وتنزل ومن خلال التعريف البصمة بصمة الوجه 45 ثانية يكون عندك إيسم نزل تخيل أي دولة في العالم اليوم 45 ثانية يكون عندك رقم وحسب الأعراف والقوانين المطبقة في دولة المرات العربية متحدة وبحد ذاتها هذا إنجاز لأي مسافر يوصل يعني أي دولة يبحث عن شعر الواي فاي إذا ما كان متصل خدمة سلسة في كافة يعني البنى التحتية اليوم يمكن أن تضع صلاة هو وجه من وجه الحداثة في البنى التحتية في الدولة ولله الحمد البنى التحتية في شتى مجالاتها سواء الطرق سواء المطارات سواء كذا على مستوى عالي فنحن نظام متكامل نشتغل مع بعض هذا بيمكن المستهلك أصحاب الأعمال يقول لك اليوم السلاسة هذه في التعامل والسهولة والرقمنة لياسة شوفها ليش أنا أروح مكان ثاني وليش أنا ما يعني يكون عندي يعني من نقطة الألف نسميها نحن عفوا بالإنجليزي يمكن رحلة رحلة المستهلك معنا مش من البداية أول أول نقطة التقاء معنا قبل ما يعرف قبل ما يلتقي معنا سواء على طريق التطبيق أو طريق خدمة العملاء يشوفنا بكل مكان يشوف خدمتنا كل مكان هاي الرحلة مهم أن نهتم بها من البداية لنهاية وهذا الله الحمد من توجيه القيادة الرشيدة في الدول ونحن جزء من هذه المنظومة ونطبق هذه المعايير وإن شاء الله الله يقدرنا لك الخير الله يوفقكم والأستاذ بسعود محمد الشريف الرئيس التنفيذي لإي أن أند الإمارات للصلاة شكرا لك على هذا حياك الله أخوي وتشريف لنا تشريف لنا أخوي هذا شرف بالنسبة لنا أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج ديوان الملة في جاج تكسي جلوبل تابع رودا